السلام عليكم ازايكوا يا شباب دلوقتي احنا في الكورس ده هنشوف ازاي نصمم واجهات اكتر احترافية باستخدام مكتبة تانية اه معتمدة برضو على التك انتر ولكن اه بتصمم واجهات اكتر احترافية زي ما احنا شايفين كده في الواجهات واجهات زي العينة دي كده زي العينة دي كده فدي كلها عينات من الواجهات اللي احنا هنصممها خلال الكورس ده احنا خدنا في الكورس اللي فات التك انتر وزي ما احنا عارفين ان مكتبة تيكي انتر مكتبة اصلا بداية اه يعني الوجهات اللي تصمم بها وجهات بدائية شوية اك انك بتحس ان انت بتتعامل مع ويندوز اكسي بي كده ولكن اه في الكورس اللي فات كنا عارفنا ازاي نعمل وجهات احترافية بها تحيالنا على الموضوع وعملنا وجهات احترافية بها وانا عملت كزا برنامج اه يصمم الوجهات يسهل تصميم الوجهات على المبرمج يعني بحيث ان هو يصمم بالسحب والافلات كده اه ويعمل البطن مسلا يسحب بطن ويحطه وهو هيجنرات الكود بتاعه ويقدر يكتب كود خلاله كل الكلام ده شفناه خلال الكورس اللي فات وهو كورس خلال الكورس ده عايزين نشوف اه مكتبة هي مكتبة بتصمم واجهات اه اكتر احترافية زي ما احنا شايفين كده بحيس ان بيبقى معايا وجدس جديدة ما شفناش قبل كده في حاجات اه ما قولناش قبل كده في التيكي انتر وبشكل اه اكتر احترافية اكتر عن التيكي انتر خلال الكورس ده انا هكون معتمد اني اه اللي جاي يسمع الكورس بتاع الكاستوم تيكي انتر فهو سمع كورس التيكي انتر اللي فات بحيس اني الفيديوهات في الكورس ده هتكون مسلا خمس دقايق فيديو عشر دقايق الفيديو اه مش مسلا نص ساعة زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده في اه فيديوهات التيكي انتر والمكتبة اصلا اللي هي كاستوم تيكي انتر دي هي معتمدة بشكل كبير على التيكي انتر لاني اصلا هي مبنية على التيكي انتر فعلشان كده علشان تعرف تتعامل معاها بشكل كويس فانت لازم تكون فاهم التيكي انتر اه ويتلاقي ان بعض الخصائص بتتكرر معك هنا اللي موجودة في التيكي انتر هتلاقيها بتتكرر معك هنا حاجات كتير من اللي احنا قلناها هناك في التيكي انتر موجودة هنا لاني اصلا المكتبة دي هي مبنية بالتيكي انتر هي بس بتوفر لك حاجات جاهزة بالشكل ده بحيث ان انت ما تقعدش تصعب على نفسك ازاي تزبط الالوان ازاي تزبط شكل البطن شكل السلايدر الحاجات دي كلها لا هو بيزبط لك الحاجات دي بحيث ان هي تبقى جاهزة للتعامل معاك على طول فانا هكون معتمد اني في خصائص موجودة قلناها قبل كده في التيكي انتر مش هنقولها هنا بقى تاني احنا انا هتعامل بها على طول يعني هشتغل بها على طول ولكن انا معتمد ان انت عارفها بسبب ان انت شفت الكورس اللي فات اللي هو التيكي انتر